إيه البدايل اللي ممكن تكون تعوضني عن الحاجات اللي أنا مش هقرب لها؟ يعني إحنا مثلا قلنا الأمح قلنا مثلا السكر الأبيض قلنا الحاجات اللي بتتقلي أو الكلام ده الأليو الحاجات دي طرق أكل يستخدمه في يعمل الأكل في الفرن يشوح يستخدم زيت زتون ما فيهوش مشكلة حاجات طبعية دهون طبعية ما فيهاش مشكلة السمك لازم ناكل سمك سردين المأكلات البحرية عبوما كويسة مأكلات البحرية كويسة أي حاجة طبعية الفراخ لازم تكون بلدي مش بيضة ما يكونش داخلها هرمونات الحاجات الطبعية لازم تفكر أنا باكل الحاجة دي هل الحاجة دي طبعية وما نجيبش الحاجة طبعية ونحط بقى التاتش بتاعنا يعني دايما نفكر أقل حاجة بتحطها على الأكل الممكنة هي أضافة نحط كركم على الأكل لأنه هو برضو مضاد للالتهابات فهو الدايت بيبقى دايت اسمه أنتي انفلاماتوري دايت أو دايت مضاد للالتهابات أو أنتي انفلاماتوري فود اللي هي بتقلل لك الأكل اللي بتاكله يقلل لك الالتهابات طب الأمح بالنسبة لي هو مهم لأنه داخل في العيش اللي أنا باكله بشكل يوم بدايل بقى أما نعايز أتكلم على البدايل إيه بديل السكر؟ إيه بديل الأمح؟ بديل السكر العسل الأبيض العسل الأبيض أنا ما بحبش الحاجات اللي في باكتات والسكر الدايت والكلام دا كله لأنه برضو أنا عارف أن أنت بتميلي جدا للعسل طول الوقت عسل أبيض عسل أبيض بيكون عسل أبيض طبيعي مش داخله جلوكوز دي حاجة مهمة جدا بديل السكر عسل أبيض الرز البسمتي بديل الرز الأبيض أو الرز البني لازم يكلوا ورقيات خضرة غمقة لأن هي فيها نسبة أوميجا ثري بردو لازم يكلوا ورقيات خضرة غمقة لازم يكلوا فاكهة بس مش بكميات لأن لو كلوا فاكهة بكميات قاعد مثلا أكل طبق فاكهة السكر عنده هيعلى أي حد طبيعي هتاكل فاكهة سكرها هيعلى بالتالي البنكرياس هيفرز إنسولين بالتالي الانفلميشن هتعلى اللي هي الالتهابات هتعلى فلازم نكون مخليين بالنا هنتجنب تماما البتنجان البتنجان، الطماطم، الفلفل الألوان السوداني والبينات باتر اللي هي زبدة الفول السوداني الأليب بزيت السوداني لأن فيه زيت سوداني بيتعامل فيه الأكل دلوقتي الحاجات دي كلها ممنوعات طيب، يركز على إيه؟ يركز أكتر على الأكل الطبيعي اللي خارج من الأرض الحاجات اللي هي طبيعية غير مصنعة أي حاجة بقى من الخضروات اللي بتنمو بالليل يبعد عنها اللي هي بنسميها نايت شيد فاشتبولز يعني أنا العرفة البتنجان الحاجات اللي هي الشيدز بتاعتها غمقة الشيدز بتاعتها غمقة بنسميها نايت شيد فاشتبولز اللي هي الحاجات دي لازم نبعد عنها طيب، لو اتكلمت على لو أنا مشيت كده على السراط المستقيم زي ما احنا قلنا وتجنبت ده وركزت على ده بالإضافة للعلاج الدوائي التغذية تفرق بكم في المية في الحالة العامة للمريض؟ تسعة وتسعين في المية يعني أنا قلت لك تسعين في المية في الأول بس من اللي أنا بشوفه تسعة وتسعين في المية في ناس بعدك كده بيبقوا زي الفلو بيوقفوا أدوائي طبعا مع استشارة الطبيب بتاعه يعني ده بنقول طبعا التنسيق ما بين دكاترا طبعا لازم لازم ما فيش حدا بيتشرف من دماغه كده لا لازم لازم بس أنت اللي أنت بتدخله جسمك هو اللي هيخرج في الآخر هل أنت يعني أنت رايح فين رايح لحتة وحشة ولا رايح لحتة كويسة وبتشوف ريزولتس في خلال شهر أنت بتشوف النتيجة أو الأسبوع أنت مش حسس بالقلم لأن هم بيصحوا الصبح مش قادرين يقوموا فيه ستيفنس تيبس جامد جدا فالقلم بيبتدي يروح الدنيا بتبقى أحسن بيبتدي يخسوا بيبتدي يتحركوا فأنت بتشتري حياتك نفسي كمان والله بتفرق مع أي حد طبعا بتشتري حياتك تشتري صحتك طيب الكافين إيه دوره بقى في الموضوع ده كله هل هو سلبي ولا إيجابي الكافين كتره سلبي طبعا في أي حاجة مش في مرض مناعي طبعا سلبي طبعا سلبي يعني أنت لو هتخوا هتاخد واحدة في اليوم ماكسيمم وعلى حسب نوع الكافين أنت بتشرب قهوة تركي ولا بتشرب قهوة اللي هي السريعة ولا بتشرب إيه الحاجات دي بتفرق طبعا بتفرق طبعا أنا أسأل سؤال بقى في الحتة دي فيه ناس بتشرب بقى حاجات اللي هي بتبقى 2 في 1 و 3 في 1 و 5 في 1 والحاجات دي وفيه اللي بيشرب الكافين بشكل طريق وبياخد الحاجة دي مرة الحاجات دي بتفرق لو أنا مثلا عام نظام غذائي وأخدت حاجات من اللي فيها سكر وفيها مضايد وفيها كريمر تفرق أنا مش معا أن الناس تمنع كل حاجة هتاخدوا مرة في اليوم عادي مفيش مشكلة وعندك العشرة في المية دول اللي بتباوز فيهم باوز فيهم براحتك بس مش هاي